عايزين بقى ننتقل مع حضراتكم لموضوع تاني امبارح اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولتين السوبر الافريقي رجال وسيدات وكمان بطولة افريقيا لكرة اليد للاندية ابطالة كؤوس رجال وسيدات واللي من المقرر ان شاء الله ان تقام في ضيافة النادي الاهلي برئاسة رؤسس محمد الغزاوي عضو مجلس ادارة النادي رئيس اللجنة في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وطبعا رؤساء اللجان الفرعية للبدء في وضع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولتين وخروجهم بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي ومكانة النادي الاهلي خلال الاجتماع نقشت اللجنة العديد من الملفات طبعا بعدما حدد الاتحاد الافريقي موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة السوبر الى القاهرة ان شاء الله يوم 5 مايو على ان تقام البطولة يومي 6 و 7 مايو وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو وحدد كمان الاتحاد الافريقي موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس بداية من 7 مايو على ان يكون افتتاح هذه البطولة يوم 9 ان شاء الله والمباراة النهائية هتكون يوم 18 مايو وتكون مغادرة الفرق المشاركة يوم 19 مايو وان شاء الله بنتمنى التوفيق لكل القائمين على تنظيم البطولتين دول باذن الله